السلام عليكم و اشترككم و اشترككم بخير و اخير بصحة جيدة يلفي قبل ان ابدأ الفيديو التنهار اليوم لا ننسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام اما بعد اتبعوا فيديو سبيسيال هنا اشتركوا اشتركوا الاسم انا اضعوا اصبحت ضفتر اضعوا لفرقة تلون اصبحت لون الابنت على المزقين ونشاهدو الابنت او تنسوا الاسم اشتركوا الاسم اشتركوا الاسم ايش يمسوا الاسم اعطى وايش يلونه قوش احاولوا دعم ابل اجهد او اجهد انصبحت لون الاسم احيان انسكتها احVi بطريقين اخباركم الاسم بريطانيا و الفرطانيا وكيف تعمل مع الناس والعلاج المجاني أو بدرها طريقات المعاملة والعلاج وكل شيء للأسف لا يتفعلون مع الفيديوهات المهمة لا يتفعلون مع التفاهات كان المهم لأنها البنتي ندر معكم الفيديو الناس الذين يتفعلون مع التفاهات لا يتفعلون مع الفيديوهات المهمة إذا دخلوا عندي سأجد واحد وستفدت الحمد لله نحن الغرق كما يقول لك الإفادة و هذا ما كان و هذا ما كان و هذا ما كان هنا أريد أن نقول لكم العلاج في بريطانيا طريقة العلاج و ليس لديهم وثائق و ليس لديهم مقيمين هنا إلى يستفادوا من العلاج المجاني يعني ليس لديهم بريطانيا بالوثائق و الناس بالوثائق و العلاج فيها هنا هنا وزارة الصحة مهتمة بثائفة بصحة الإنسان و صحة المواطن إما إذا كان أجنبي أو كان لا تتحب نعم لا تتحب نعم لا تتحب نعم لا تتحب المهم هنا و شو نقول لكم الحاجة الأولانية نظلكم بالنسبة للناس اللي يكونوا متحصلين على الإقامة الدائمة ولا عندهم الجنسية مكتسبين الجنسية يعني عندهم الجنسية البريطانية إما إذا كانوا يعني ماشي بريطانيين عندهم الجنسية البريطانية ولا بريطانيين يعني نفس المعاملة هنا وش مليح؟ يعني هذي نقولها بكل صدق و بكل مستقية يعني بلا يعني ما نرميه لا ورود لا تحتها شوفوا هنا معاملة وبزاف ذو كاي يسمعوا اللي لا فيديو تاعي ويعرفوا بلي المعاملة بالنسبة للإنسان البريطاني ولا بالنسبة للإنسان المقيم هنا بالوثائق ديالو معاملة وحدة بالنسبة للعلاج هنا العلاج أنا نهدر لكم الى وزارة الصحة بخيفي حجبينة من وزارة الصحة العلاج مجاني العلاج ماشي كنقول لكم مجاني يعني ما تلقاوش راديو في المستشفى ولا ما يعملوكم شملح ولا تروحوا تلقاوه هالصف تقعدوا تستنى وهنا عندهم نظام خارق للعادة والناس اللي يسكنوا هنا رهم يعرفوا أنا نهدر لكم على بريطانيا مش هدر لكم على بلد وحدة اخر ناس اللي يسكنوا هنا في بريطانيا راهم العرب يسمون على فيديو تاعي ولا هم يعرفوا بلي وش هننقول حقيقة كتوحي المستشفى عندك في الزيغ جونس كما تكونش زعمة مضرورة دي ما يسبقوا في الحالات اللي مضرورين ولا في الزيغ جونس توحي زعمة مضرورة وخاصة الأطفال يسبقوا فيك الدغاك كما نجبت بنتي يشوفوا لنستجالة لا يوجد استجالة تحديث لا استجالة تحديث اهتمام مخزنة وطريقة خاصة ومجانة وعندهم الادوية كاملين في الوبيتال يعني كي تديوا يوليدوا لبنتك الوبيتال ادوية كاملين حتى ليكوشوا الحليب ليكوشوا الحليب من عندهم والمكلة على الاطفال بالنسبة لي يقعدوا هنا يا كيما بنتي هكذا من عندهم يعني معاملة خارقة لعذا الالعاب انا بروحي وجابولي دفتر وراني نلوم فيه يقولك باش ما تقنط شماها وباش ما تقنط شبنتها يعني معاملة خارقة للعادة مكان لا عنصرية لا يعني واحد غريب ولا قوت لكم معاملة خارقة للعادة حقوق ونظام وكل حاجة يعني وش نقول لكم هي ما بقتش في وش نقول لكم مش حابة ندخل في تفاصيل بزاف المهم حابة غير نقول لكم حاجة واحدة ما بقتش في الاسم بلد أو المكان او حاجة واحدة أخرى بقت في المعاملة المليحة وبقت في الناس ثقفين يعملوا الانسان كأنه انسان ويعملوا الحيوان بطريقة انسانية والانسان بطريقة انسانية كل حاجة يعملوها بطريقة انسانية ويحاولوا ماشي ماشي كي تدوزع ما يكون عندك وليدك لا يقول لكم حالته ميقس منها هنا مكشف كلمة حالته ميقس منها هذه الكلمة مكشف كامل هنا ويسكنوا هنا على بالهم ويحاولوا كيف الشي يسلكه بنادم يلي وكان يكون في عمره مئة سنة يحاولوا كيف الشي يسلكه ويحاولوا كيف الشي يوفروا له هذك العين لجو ديك العناية اللازمة اللي لازم تتوفر له بالنسبة للأدوية هنا في المستشوى يكون في المستشفى الأدوية كاملة مجانية بالنسبة للأدوية للأطفال اللي يعطوها الكومنت ببلغ دولانس بحكيكم زمنتها لا قريب لتكش مرض هذه الكلمة مجانية بالنسبة للدوية الحمى لا ذوك حاجات عادية بالنسبة حتى يوصلوا الأطفال الواقع إلى 16 سنة المهم 16 اللي يعرفوا اكزاكتي صحوا لي المعلومة بالنسبة للكبار اللي يكونوا في الشوماج يعني ما يخدموش الدواء ما يشروش اللي يكونوا ما تغنيتي الدواء اللي يكونوا يخدمو في زوج فيهم يكونوا يعني عندهم شهرية ملاحة هذا الوقت الدواء تحتهم هو ما يشروه ولكن الأدوياتها الأطفال لا يشروه نحكيكم على العلاج ومرة الجانجرة نحكيكم على حديث واحد اخرين الناس اللي تحب تعرف بالنسبة للغاديو بالنسبة لكل حاجة يا أم الكبار يا أم صغر ما كاش منها يقول لكم لا لوحوا اللي بخيفي وديروا راديو وديروا ليز اناليز اللي عندو اللي ما عندوش ما لابدهم شو بالهلالة هذي ملاكاش هنا الحمد لله والشكر لله هنا نسجة سواسية مكالة معرفة على بيستون لنت يعرفك لنت وش تخدم لنت وش تخدمي هذيك ما تكزيتيش هنا كامل ولا تكون باباك ولا تكون اماك ولا هذوك هنا ما تكزيتيش هنا الناس كاملين كيف كيف مكالة معرفة لاوالو عندك براكزمبل راديو راح تديره ولا حاجة يعطيك غونديفو غونديفو على حسب الحالة تاك إلا عندك الحالة تاك غراف طبيب هو اللي يبعت لهم ولا يقول لهم مقتشي يديرو لك الراديو هو اللي كل حاجة هو اللي غونديفو يوصلك بالبرية حتى للدار ويزيدو يبعتو لك ميساج يفكرك فيه ويقول لك عندك غونديفو تاك في النهار افلاني ولم تقدرش تجي يعني قول لنا ويبعتو لكم واحدو اليد ودخلو فيه وتعودوا يعني تديرو غونديفو واحد اخر كيف كيف ليسكنوا هنا هم رايحين يقولو لكم يعني هم رايحين يعطوكم للوسمو بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الوثائق ولا اللي طلبوا ديج طلبوا على الوثائق هادك الكاتحهم يكونوا واحدو وحتى هادك يتعملوا معه بانسانية وحتى هادك يعالج وكل حاجة واشنه هو يكون ديجة ام ديك لاري روحو وهذه هي بالنسبة للاطفل المولودين هنا هادك هادك يعني العائلة تحهم يعني تحهم يعني يكونوا سجمو كوار طوام في الحقه هنا ما كاش زي ما تلقاو انسان ما عندهش سورتوذو كمعالخل ووزيرو يعني في الحقه ما تلقاوش ناس هكما عندهمش وثائق روحو مقايتيك يعني نقول لكم في حالة ما اذا زي ما كانوا الاطفال في حالة ما اذا كانوا الاطفال زي ما ما عندهمش العائلة تحهم الوثائق ولا دوهم والديهم يعني بشي عالجهم ما راهم شو حين نقولهم عطونا بصفة لكم دراهم هيتاملوا معهم بطريقة انسانية وراهم رايحين يتلقاو العلاج بينسوخ قلت لكم الناس هنا عندهم بزاف الانسانية مكايني معرفة مكاين والو يعني وش نقولكم انا نقول لكم في الحقيقة وحين يخرجوا يقولوا لي كومنتر دخلت برك الليل في فرملية واحد الجهاز باش تنظمه لها قلت لكم يعني العناية كون انا نقول لكم كون انا نقول لكم انا نقول لكم العناية كينة و الانسان ما يقولوا لكم تحاليل كيف كيف تحاليل كامل في المستشفى كينة تحاليل يبعتوا لكم لدى النساء سلاح اللح 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 يبعتوا لكم لدى 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 صحة المواطن كم كم لا توجد تجارة في المواطن لدي المواطن يكون مريض يقولوا لا لا لازم تخلص هذا البخي لا لا لازم تتجرب دراهم أو لا لا تدورك إلا ما عندكش دام بشريدوا دب الراسك رح صلفهم لا رح صلقهم أو لا 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 هذيك ملكاش هنا داير الناس داير الناس يزان عليز كامل تديروهم في المستشفى برونديفو وبالنظام لا طبع لا غشي لا لا احتاجة بكل نظام و بكل إنسانية و بكل حقوق اي اللح اللح يسلقهم في المستشفى حتى لازم يقول لكم لا لا مش يمتوفرين روحوا ديروهم في بخيفي ولا هذيك وزارة الصحة هنا مستكلفة بكلش طاقم طبي طاقم طبي كبير ما شاء الله والطباء يعني الملاح 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 دي ما يخلوهم في الحالات يعني اللي يكونوا اللي يستحقوهم فيهم ويكونوا الحالات يعني اللي سعب والحالات كل دكتوري خدمته طاقم طبي كل واحد يعرف المهم بلا تكارير بلا سمطة بلا يعني بلا يعني ما يخلص ما حتى حاجة ويقوموا بكم ويتعملوا معكم بواحدة طريقة اللي تحسوا روحكم كثر من يعني في البلاد واحد يحسروحوا يعني ما يحسروحوا لبراني لا حتى حاجة هذي يعني قلتها لكم بكل صدق حبيت بارك نشرح لكم تع العلاج في العلاج هنا في بريطانيا حكثك بش ناس تكون جاية ولا ناس لا يحد جيت تقيم هنا تقيم هنا حاجة كذلك بش يعرفوا بشكو هنا الحقوق تعل الإنسان يعني حاجة ضرورية يعني يعني العلاج ماشي حاجة اكس تخاولا العلاج حاجة ضرورية اللي واسم كما يقول لك علاج الأطفال الأدوية هذوك حاجة ضرورية يعني كما يقول لك أدنى يحاولوا يوفروا أدنى يعني الحاجة اللي كما يقول لك نسي ساخ للناس يعني بش تعيشوا الحاجة اللي هما يشوفوهم نسي ساخ حنايا في الحقيقة نشوفوهم أكستخا وللأسف الشديد هما يشوفوهم نسي ساخ بسكو يأمنوا بالإنسانية ويأمنوا بحقوق المواطن أنا لانين هدل ونلويني معاكم إن شاء الله ما تكونوا ما تحكتوا علي حتى لو تحكتوا ما عليش نغمال المهم قلتوا لله غير ندير معهم هذو الفيديو هي فيديو تلوين هي 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 ما 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 هذو الفيديو تلوين أنا هنا أكون نفيدتكم بالمعلومات اللي تحب تستفسر ولا يحب تستفسر خليوا لي غلي ميساج ورحنا نفيدكم إن شاء الله ورح نعطيكم كامل الوسم ورح نعطيكم بكل اختصار ورح نعطيكم الأجوابة ونحاول نشرح لكم حبيت غير نوضح لكم الصورة ونشرح لكم كيفاش داير العلاج هنا يا والاستفادة منه كيفاش اتكون وكما قلت لكم ما كاش المعارفة ما كاش البيسطان ما كين والو 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 يعني ويكونوا عندكم حقوق الانترنت وتكون كنا في يعني الانترنت وعندهم في المستشفى وهكذا كيكونوا حالة صعب ولا الانسان لازم عليه يقعد في المستشفى ولا مش يبريزي وكوم ولا يجو يجو يضع معكم بحي طريقة وعندهم عندهم لحيا واضح لابنكم أحد الحاجة وليا غنصت لم أقول هلكمش عندهم هنا حتى يعني أقباء نفسانيين وعندهم حتى حدوك يعني اللي اشي يقولون بالعربية يعني اللي يدعموا يعني اللي يدعموا اللي يدعموا اللي يدعموا له اسمهم الممرضات اللي يدعموا الأطباء نعطيك انا حسنا حيث نخلج او حد انا نقضي حاجات يغزونز لها نحن نقضي بطريقة درية فرملياتك بنتي بس كل يوم يريدون فرملياتك مسؤولة بنتي ذا من قلتوا خرجة ولا شيء نحن نقول لهم اذا هم لم يكن لديهم كائن هذوك والمهمة ويقعدوا مع الابنتكم و اتطبيع نفسه يجريح معكم اكثر و يكون اثناء حادثين اجتماعيين يتعلمون ان يتعلمون اشخاصكم اذا انكم تحتاجون الديع او استفادة و لا يتمكنون وقتين لأولادكم يعني لهم هنا في المستشفى المهم وش نقول لكم يعني الإنسان يحسروا حب لعندو الحقوق بكل صراحة فهذا وش نقول لكم إن شاء الله نقول لكم كما هما إن شاء الله يقول لكم كين حقوق من الفقه قل لكم مع السلامة نقول لكم تمتم في عيات الله وحفظه وإلى اللقاء وإلى فيديو آخر إن شاء الله